تمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب اهتمام جلالة الملك المفدة حفظ الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالعمل الإنساني في مملكة البحرين ودعمه للمواطنين في مختلف الميادين والمناسبات وحرص جلالتي على توفير سبل الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم جاء ذلك بمناسبة تنظيم حفل الزواج الجماعية العاشرة الذي يقيم بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبتنظيم من مؤسسة خليفة بن زيد أنهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاحتفاء بزواج ألف شب وفتاة والذي يأتي متزامنا مع احتفالات البلاد بذكرى ميثاق العمل الوطني وأثناء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على عمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وشيدا سموه بجهود ودعم مؤسسة خليفة بن زيد أنهيان للأعمال الإنسانية في دولة الإمارات وتعاونهم في مساندة الشباب البحريني مبينا أن تنظيم هذا الحفل يؤكد على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين كما قدم سموه أصدق التهاني والتبركات للعرسان من الشباب والفتيات المشاركين في هذا الحفل داعيانا المولى عز وجل يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذرية الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي يسودها الود والحب والاحترام وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أن دولة الإمارات تنظم بشكل سنوي حفلات الزواج الجماعي للشباب للتخفيف عن كاهلهم وتلبية لتطلعاتهم في إطار مستهدفات جودة الحياة والسعادة المجتمعية وخلال الحفل توجه فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان نائب رئيس مجلس أمانا المؤسسة الملكية لأعمال إنسانية بخالص الشكر والامتنان إلى جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخرين للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وإلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رعايتهما ودعمهما المتواصل للشباب كما ثمن فضيلته الدعم الكريم من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والقيادة الشابة الطموحة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب راعي هذا الحفل المبارك بدوره توجه الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتغدير إلى جلالة عاهل البلاد المفدى على دعم جلالته ورعايته الكريمة للعمل الإنساني داخل وخارج مملكة البحرين كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعم سموه الكريم لهذا الحفل المبارك من خلال مؤسسة خليفة بن زايل الأنهيان للأعمال الإنسانية حفل زواج الجماعي وتخال البهجة في قلوب ألف من العرسان مناصبة جميلة جدا أشكر سيد جالة الملك لرعايته لأبنائه بصورة شاملة من جميع النواحي وأشكر سموه ولي العهد رئيس الوزراء على دعمه المستمر للمؤسسة الملكية العمال الإنسانية كما أشكر قائد الخير سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة على قيادته ودعمه وتحفيزنا على كل ما يدخل البهجة والسرور في قلوب أبنائنا ويرفع من مستواهم في جميع المجالات أشكر مؤسسة خليفة بن زايد على دعمهم لهذا البرنامج وعلاقة مع الإمارات قوية وبيننا وبينهم عدة برامج إنسانية مشتركة اشتركوا في القناة